برحب بحضراتكم مرة تانية البيت الكبير لسه مستمر مع واحد من أبرز الإداريين في الرياضة المصرية واحد أو من الأشخاص اللي أسندت ليهم بطولة مونديال كاس العالم لكرة اليد اللي بتستضيفها مصر من 13 ل 31 يناير بنبارك مرة تانية لمنتخبنا الوطني بالتعادل المرضي جدا مع فريق سلوفانيا فريق سلوفانيا فريق عنيد النهاردة نجح منتخبنا الوطني أنه يتعادل ويتأهل لدور المجموعات أو دور التماني فأننا نهاردة معنا يمكن برضو كمان واحد من أسماء الإدارة المهمة جدا في الرياضة جماعة والنهاردة بينجح فيه مهمة أخرى هنتكلم معها فيها بالتفاصيل وأهلاوي جدا جدا الأستاذ مبدوح الششتير أهلا بك نهاردة نهاردة بحشن جدا جدا يعني عمر عمر طويل وعشرة كبيرة جدا جدا ودايما حضرتك شخصية محترمة جدا وعلى المستوى الإداري ما شاء الله يعني مدير التنفيذ اللجنة الأولمبية مهام صعبة كبيرة جدا وكمان مهمة أسندت لحضرتك في الظروف صعبة جدا جدا صحيح لإقامة بطولة عالمية كل العالم بيتغنى بهذه البطولة وهذا التنظيم فبنشكرك على وجودك معنا في قناة النادي الأهلي ده أهلي النادي الأهلي بيتنا وأنا سعيد جدا أن أنا بموجود مع حضرتك وطبع حضرتك وفي البيت الكبير اللي هو البيت النادي الأهلي منورنا دايما قبل ما هنتكلم ونسرد يعني في حاجات كتيرة جدا جدا وكان عندنا تقرير خاص به الأستاذ ممدوح الششتاوي نروح نشوفه ونرجح مع حضرتك في البيت الكبير واحد من أهم الأسماء اللامعة في سماء الإدارة الرياضية في مصر نجح في كل ملفات التي تولى مسؤولياتها إنه المتميز ممدوح الششتاوي المدير التنفيذي لللجنة الأولمبية المصرية يعتبر الششتاوي واحد من العناصر الإدارية اللافتة في ظل القيادة الناجحة له في اللجنة الأولمبية على مدار السنوات الماضية وهو ما منحه ثقة المسؤولين عن الرياضة المصرية فتم اختياره من قبل المسؤولين في مصر ضمن اللجنة العليا المنظمة لكأس العالم لكرة اليد متسلحا بنجاحاته السابقة في العديد من الملفات المهمة التي أسندت إليه خلال الفترات الماضية يتولى ممدوح الششتاوي منصب المدير التنفيذي لللجنة الأولمبية المصرية منذ عام 2015 ونتيجة نجاحاته في السنوات الماضية تم اختياره رئيسا للجنة الإقامة والإعاشة لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 التي تستضيفها مصر حاليا وسط تحديات كبيرة في ظل ظروف الصعبة التي يمر بها العالم مع فيروس كورونا المستجد وما تركه من أثر سبي في تأجيل الكثير من البطولات وإلغاء البعض الآخر ولم تكن المهمة سهلة على ممدوح الششتاوي لكن الرجل نجح بامتياز في كل الملفات السابقة التي تولى مسؤوليتها من قبل حيث كان رئيس لجنة الإقامة والإعاشة في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم عام 2006 ورئيس لجنة الإقامة والإعاشة في كأس العالم لكرة القدم للناشئين عام 2009 في مصر ورئيس لجنة الإقامة خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم عام 2019 والتي أقيمت لأول مرة بـ 24 منتخبة وسبق أن تولى ممدوح الششتاوي منصب عضو لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم عام 2008 وبعيدا عن الرياضة يشغل الرجل منصب المدير الإقليمي للتسويق لعدد كبير من شركات الفنادق والسياحة العالمية منذ أكثر من 25 عاما موسيقى موسيقى تحدي كبير بتقباله ومصر في توقيت عصيب جدا هنتكلم مع الأستاذ الممدوح الششتاوي المدير التنفيذي للجنة الأولمبية المصرية ورئيس لجنة الإقامة والإعاشة في بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 مشرفنا وعايز أبدأ بهذا التحدي اللي قبلته مصر ونجاح نجاح لافت للنظر يعني ولافت للجميع فعايز أبدأ بدا بس لافت نظري رئيس لجنة الإقامة والإعاشة لمونديال 2021 عايز أفهم المفهوم يعني مفهوم التايتل ده من حضرته تمام احنا نبتدي نتكلم بس على البطولة دي ايه زي ما بنقولي التحديات وتحديات مش للجنة المنظمة نعم هو كانت تحديات للدولة المصرية البطولة دي يعني أسندت لمصر من فترة قبل كده قبل ما كان يبقى فيه كورونا وقبل ما فيه بقى فيه أي حاجة يعني جائحة زي اللي احنا فيها دي فكانت الاشتراطات اللي قايمة بيها البطولة واشتراطات الطبيعية لزي ما بتقام في أي دولة تانية محتاجين عدد فنادق معينة ملاعب معينة بشكل معين دي اشتراطات الاتحادات الدولية فكان كل دي كانت متوافقة مع مصر والدولة المصرية كانت يعني موافقة عليها وقبلت الشروط بتاع الاتحاد الدولي لقبوله والحمد لله وفقت مصر فيه انها تستضيف البطولة دي كانت في الفترة اللي فات فجيب بقى في تنفيذ البطولة برضو كان لسه ما فيش اللي احنا اللي هنا ما بنبتدي اللجنة بتتقبلها بفترة اخدنا ان تشوف الفنادق ايه والملاعب مصر الدولة المصرية اقامت منشآت او منشآت رياضية للبطولة دي مش هنقول انها تبقى للبطولة دي بس المنشآت اللي اقيمت للبطولة هيستفيد بها اجيال قادمة جميع الصلاة اللي اقيمت ثلاث صلاة متكاملة جهزة واحدة في بورج العرب العصمة الادارية وفي 6 اكتوبر زاد تجديد الصلاة الرئيسية في استاد القاهرة منشآت دي يعني تكلفت مبلغ اكتر من 3.8 مليون جنيه دي مش منشآت هنقول اقيمت للبطولة دي منشآت للالعاب الجماعية يعني ممكن الالعاب مختلفة تلاعب فيها اجيال جديدة ومنشآت ان مصر ممكن تنافس بيها في استضافة بطولات واحداث فعلا يعني مش بس مخصصة الصلاة دي للبطولة الحالية بطولة العالم الحالية الكرتليات لا لا بنية أساسية للدولة المصرية دي كانت حاجة لازم تحسب للدولة المصرية اللي تعمل منشآت زي دي طيب ما نيجي نتكلم بقى جات البطولة وجات الأحداث فجات لجان من الاتحاد الدولي المتخصصة لجان خاصة بالمسابقات لجان خاصة بالبطولة لجان خاصة بالفنادق ابتدت تشوف المنشآت الملاعب بتاعتنا اللي احنا بنقيمها مخصوص خصيصا للبطولة فكان فيه تحدي كبير جدا للسباق في الزمن لأن الوقت دي تتعامل فيها المنشآت الرياضية أو الصلاة دي في وقت معين فكل مرة كانوا بيجوا من اللي جان دي كانت الدولة المصرية المصرية بتبهر عايزة حط بيقصة بتبهر بما أنجز بما سينجل والهيخلص والوقت بتاعه والحاجات بشغل اللي بتعامل في الصلاة والتجهيزات والإمكانيات اللي بتقام فقيمت وخلصنا كل حاجة فبيجي للفنادق فكان زي الاشتراطات الالتحاد الدولي عدد الفنادق بعدد معين فكان فيه اختيار اللي هم بجوم عليه فيه اشتراطات معينة الفنادق قربها من الاستاد مسافة معينة وقت معين فيه كل ده مكان الإقامة مكان الإقامة يبقى قريب بوقت تبقى أكتر من ما يبقى جزيتش عن 30 دقيقة الملعب ملعب التدريب ما تبقى قريبة برضو لهم المواصلات تبقى كذا فاخترنا مجموعة الفنادق مع الاتحاد الدولي باشتراطاتهم فكنا نهينا كل حاجة قبل البطولة ب6 شهور وماضينا العقود مع الفنادق وكل حاجة تمت والشركات النقل كل حاجة كانت جهزة جهزة جينا في شهر بالضبط التاريخ كان حسين بيل ابيب يعني عارف التاريخ ده كويس 9 ديسمبر الاتحاد الدولي قرر إن البطولة هتبقى بشكل الفقاعة أو الكبسولة الطبية هو قبلها كان فيه دول فيه تخوف كتير من دول إن هي تيجي قبل الفترة دي كان فيه تخوف من بعض اللاعبين الدوليين هم خايفين للاشتراطات والأمن وليه إن في الفترة اللي احنا فيها بنتكلم فيها بقالنا فترة فيه دول كتير جدا مطارات قفلت فيه دول كتير جدا صفر قال في دول بدل مطارات قفلت وصفر قال لأ إن الرحلات مثلا زي في أسبانيا كان فيه طيارة يومية من برشلونة ومدريد لغوا كل ده بقت طيارة واحدة بس من مدريد للقاهرة وحظر كامل في بعض الدول زائد مش حظر فقط في بعض الدول نمتع عشان تسافري أو تيجي تعودي 15 يوم حجر منزلي فحاجات كتير جدا خوفت الناس فجد دكتور حسن مصطفى فعلا في اجتماع ومؤتمر صحفي علام في الهيئة العامة للاستعلامات المصرية عايز أردك بس من ديت ونشوف اللقطة معاك وده كمان نتكلم على إنجاز التنظيم لكن إنجاز الفني ده طبعا لعيبة منتخب مصر بيرجعوا الأوتيل بعد التعادل ووصلهم لدور التمانية وكله بيمدي على إيجبت يعني مكتوب إيجبت عملنا لوحة جدارية دي حاجة كان لازم نفكر في حاجة الولادة عندنا الشباب كلهم في القامة والعاشة شباب صغيرين كلهم جماعات صغيرين جدا وحبين ففكروا معنا نعمل حاجة للفرق اللي هي أساسا نوسق البطولة باللعبين اللي شاركوا في البطولة مش بس منتخبنا اللي بيمدي عليها كل المنتخبات كل المنتخبات احنا عملنا لوحة للمنتخب المصري لوحده ولوحة للمنتخبات التانية كلها فالناس كلها بتمضي وبيمضي أنهما شكرا لتوفيق الحدث وإن هما مبسوطين للحصل وشايفين من الدولة المصرية قامت بإنجاز حاجة جدا فشكلها ناس كلها مبسوطة ده منت شوية أسوز ممدو ده منت شاعة لزبط عودة الماتش وهم راجعين الماتش بتاع سوليفانيا ده شيء مهم جدا الإنجاز طبعا المنتخب الغد والمشوار الحلو اللي عمله كمان ده كان مهم جدا أن يكون الإنجاز الفني مع الإنجاز التنظيمي هو التنظيمي سيارتك زي ما بتقول بالزبط كابتن هاني كانت في البداية من الدكتور حسن مصطفى أصر أن البطولة أنا أريد أن أخذ عملية الإصرار ديت وعملية أن أنت عارف طبعا أنت حضرتك طبعا المدير التنفيذي لللجنة الأولمبية أسئلين مصر وإصرار الدكتور حسن مصطفى إصرار طبعا القائد الأعلى عبدالفتاح السيسي بنفسه أصر على هذه الإصرار ده وكان جاي بناء على الثقة الكبيرة أن نحن نخش هذه التحديات الكبيرة رغم التخوفات الكتيرة من فيروس كورونا وتدعياتها شوفها كابتن هاني لازم نتكلم في حاجة مهمة قوي أن البطولة دي يعني أول حاجة أن الدكتور حسن مصطفى قال للناس كلها الاتحادات كلها في اجتماع وكنا في الهياء المصرية الهياء العامة للإستعلامات واجتماع كونفرنس كول مع الناس كلها وقال لهم البطولة تتلعب وكل حاجة في وقتها وما فيش تغيير في البطولة بعد اللي حصل ما قالوا كابسولة في 9 ديسمبر والكلام ده وتغيير ولازم الفندق يبقى فندق واحد والناس كلها الفندق واللي عاملين واللي استعملت الفندق بيتين ففي 9 ديسمبر والبطولة بعدها بكم يوم انت هتجيب فنادق منين تقف الفندق واحد وحتى هنقول لو الفندق خلاص هتفضي الناس طب لو حاجة فرح هنروح ممكن تتجوز كمان يعني أجل الجواز بعد البطول حاجة طبعا مش طبعية مش طبعية للأمان يعني الطبيعي حاجة بنتك عجبتها عروزة تانية عروزة تانية وهو طبعا عريز تانية وكل حاجة فالطبيعي إن أي دولة مش هتدخل في التحدي طبعا يعني مش عايزة أقول ريسك ريسك طبعا ريسك عالي جدا 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 في انت شايف في مطشط كتير جدا في دولة الإنجليزية بيحصل إصابات وكورونا ودول الإنجليز واخدين بالهم في مطشط بتتأجل بتلغي عشان الأحداث مفيش بطولة في العالم بتلعبة لعبة جماعية غير البطولة دي فإصرار الاتحاد الدولي إنها تتعامل في مكانها وتحدي الدولة المصرية يعني ولازم نقول الدولة المصرية برئاسة سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قال جهود الدولة المصرية كلها مصخرة للبطول طبعا الدكتور حسن مصطفى مش هيقول للأندية دي كلها أو الدول دي كلها إن خلاص الأقامة هتكون موجودة في مصر غير لما يكون طبعا رجع للإدارة السياسية وعارف إن هم سوفورت لي وهو كل المشاكل هتتحل في وقت القياس يعني التحدي ده جي من الدولة المصرية إن ما أقولك أي دولة تانية أنا إيه اللي دخلها في المشاكل دي وحد يحصل حاجة وكلام ده أنت فيه يعني الحاجات دي فيها حاجات لها فيها حسابات انت ممكن تاخد مخاطرة بس محسوبة لكن المخاطرة دي مش محسوبة ليه أنت ما تعرفش الفيروس ده إيه وظروفه إيه وممكن ييجي إزاي ولا اللوع علاج ولا أي حاجة فأنت بتلعب مخاطرة صعبة جدا لكن لقوة الدولة المصرية وعزيمة الشعب المصري وإيماننا إن إحنا ممكن نقف ونعمل حاجة كويسة أنت بتكتب مانيول جديد أنت عملت الضبط إيه أن أنت تقول هتمشي بالحاجة دي إزاي وجايدلاين أنت بتكتبه بإيلك هتبقى في إجراءات صحية تمشي إزاي كذا كذا يعني ما خطوش من حتة تانية وما فيش حاجة أول مرة أول حد هتسأله آخر جائحة حصلت سنة 1918 أيوة اللي أسبانية فعشان تسألي حد من 1918 كلهم ماتهم عملتوا إيه حضرتك أنت النهاردة بتتكلم على تفشي جائحة يعني هي كمان زادت بشكل كبير جدا في الأسابيع الحالية عشان إحنا عندنا شتا ومش بس هنا ده في العالم كله فمهم جدا كمان أن احنا نلقي الضوء على الإجراءات الصحية ده اللي حصل بقى أنت بتكتبي مانيوال جديدة أيوة هو ده ده ممكن يتاخد يبقى مثال لبطولات تانية تتعمل صح ليه مثال ليه أما تنجحي البطولة إن شاء الله تخلص في النهاية وتنجح إحنا في النهاية إحنا بنقول البطولة دي أي بطولة في العالم بتقام بيبقى هدفي أن الفرق توصل كذا مستوى الفني يبقى عالي جدا اللي بيحصل مش عارف إيه النتائج كده البطولة دي لأ دلوقتي صحتهم 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 نتيجة السلبية نتيجة نتيجة سليمة وترجع سليمة فده النجاح الأساسي للبطولة أنا يعني هكلمك بقى بصراحة يعني أكتر حد كان مضار في البطولة دي الاتحاد المصر كرة اليد ليه إن البطولة دي الاتحاد تخوف كبير جدا من رقامة البطولة الفترة دي ولا عمل إعداد صحيح ولا ماتشات ودائك أنا أكلم بحاجات فنية أنا برضو علاقتي بالكرة اليد زي علاقة حريبة الفضاء كانوا طالبين يمكن 30 مباراة كانوا طالبين 30 ملعبوش غير مطشين مع اليابان وكان برازيل هيجوا مجوش فأنتي متخيلة إزاي لعب معين الفرق الروبية بقى بتلعب مع بعض وده يقدر يسافر لبلد فهم كانوا في وضع يعني فعلا صعب جدا 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 أعتقد إن هم كانوا يتمنوا إن البطولة تتأجل شوية وعلى أساس برضو إن هم مفيش جماهير في البطولة فدي برضو عامل البطولة عندك في مصر طب في النقطة دي عايزة أكلم حضرتك فيها لإن كان في الأول كان يقال إن 30% أو 50% كان 30% وبعت 20% وبعت 20% بزبط ده بناء على طبعا المصلحة العامة مصلحة ما هو كله ترفع عن إن أنا أكسب البطولة أو 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 ده إن ده بلاس لنا بزبط إحنا وصلنا إن إحنا نعمل حاجة تنظيميا على أعلى مستوى نحافظة على الناس اللي جاية يبقى النتيجة بتاعتنا الناس دي يجيبقى ما ترجع لا الدولة دي دولة قوية دولة قامت بمجهودات ما فيش حد عملها طب هم بيعملوا إيه طب عزين ناخد مثال بقى وعملوا إيه وحصل إن كان موجود البعثة بتاعت بولندا لهم هينظموا البطولة اللي جاية طلبوا يعوضوا معنا مع رئيس البعثة مع معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي وحسين بيل لبيب يوعدوا عني يشوفهم أنتوا عملتوا إيه عشان عمالتوا إيه لا بتعملوا إيه عشان يبقى ضاعد لها عشان يبقى يشتغلوا عليها لـ 48 ساعة كنت نفسي أسأل حضرتك إزاي بتتابع كل الأعداد دا وكمان مصر أو البطولة دا خاصة عدد الفرق زاد بعد أول مرة 32 دولة فشرح لنا كده البروتوكول ماشي إزاي الناس لازم تعرف المجهود الكبير لحضراتكم بتقوم بي بتتابع الحالات إزاي كل يوم المسحات بتجرس إزاي الفقاعة الطبية دا إزاي بتحتويها بشكل جامع حضراتكم بتكلم أن دلوقتي العام الموجود في هذه الفقاعة سواء الباص بتاع الفرق موجود في هذه فحضرتك تكلمني على المجهود اليومي اللي الناس مش شايفة أول حاجة الناس اللي بتشتغل منظومة بتاعة كرة اليد المصرية فعلا الواحد لازم يشيد بيها شدة يعني كبيرة جدا أنا أول مرة أشتغل معاهم مع أنهم موظمهم زمال كوية حبا يبنى برضو مجيش مشكلة أوكي فأنا أهلاوي هنتكلم عن المنتخب بقى لا المجلس يقدر يعني أنا بجد بجد ساعت وتشرفت بالعمل مع منظومة كرة اليد اتحاد المصر كرة اليد مهند شام مصر كابتن مومن صافا مجلس زراب الكامل كابتن علي السيد المسكي المنتخبات حسين بيلابيه بودير بطولة حاجة يعني بجد يعني أنا بحب أروح أب معهم وبعدين كويس أو أن أنا من خارج كرة اليد وبيدوني المساحة أن أنا أشتغل وأعمل يعني أنا أبتدي أقولهم فيه أفكار أو يقبلوها وكلام ده كابتن خالد فتحي متحد بيل بلتاجي علامة من علامة الناس زي طبعا كبير المنظومة دكتور حسن مصطفى اللي متواجد معانا في كل وقت وفي كل حاجة الدور الكبير لوزارة شباب والرادة دكتور أشرف صبحي اللي عاد معانا معانا يعني أنا بكلمه ساعة واحدة بالليل أقول له فيه كذا هعمل كذا أنا هنطلع الناس لها يعني إحنا كابتن حسين لبيب مكلمينه بعد عشر تقريبا من الكلام الأسبوع اللي فات وكان يعني بيقول لنا لسه في المكتب ولسه بيعني الناس دي حضرتك كل الأسماء اللي ذكرتها ما بتنمش فعلا نحن اتفاقنا على حاجة نحن البطولة شهر هنصح شهر وإنها مشهر آه صح كده مش كده كابتن حسين يعني مساء بخير عليكم مساء بخير كابتن حسين كابتن حسين لبيب طبعا مدير مدير بطولة المونديال النهاردة بتقام على أرض مصر وشرفنا للمرة تانية على التليفون يا كابتن حسين أنا اترف أن أنا معاك لا انت ان شرفنا دايما في البيت الكبير ومعانا قامة كبيرة طبعا أستاذ ممدوح الششتاوي كمان بيقول شعر حضرتك وما شاء الله يعني واضح جدا التجانس وواضح جدا التفاهم لكل دوة لأجل مصر وإحنا عارفين احنا بنشتغل على مستوى الدولي دايما سمعة مصر بتبقى مهمة جدا فرأي حضرتك طبعا أولا في الفوز الكبير أو التعادل بطعم الفوز النهاردة للمنتخبنا وطبعا أستاذ ممدوح الششتاوي كمان وجوده في طبعا يعتبر من اللجنة المنظمة كمان نتكلم على دور يا أستاذ ممدوح يعني الأول هستأذن حضرتك يعني هتكلم على ممدوح بعدين هتكلم على الجول ممدوح بالنسبة لي اكتشاف خطير يعني أنا بالنسبة لي أنا أنا مكنش عارف خالص بكذا قبل البطولة اتعاملنا مع بعض اكتشاف في منطقة الرقي وفي نفس الوقت يعني فاهم شغل قويس جدا جدا البطولة دي فاعمة يعني بدون ممدوح يعني أنا أؤكد أنه ما كانش حتى مننا هيقدر يعمل التحاجات الممدوعة بات قبل تنظيم البطولة حضرتك كابتن حسين ما تعرفش أستاذ ممدوح خالص ليه بقى حضرتك يعني ده رأيك فيه أو شفت فيه ايه حسيته دينامو في المنظومة دي يعني أنا حد كان قابلي بديت شخص اسمه ممدوح أنا بتكلم جد ولو سمحت قعد معايا عاد نحاعدة نطيفة جدا في الأول الحق يعني زي ما بيقوله يعني من أول قعدة أنا لقيت الممدوح حيبقى ممدوح إفادة كامنا لنا لأنه برضو زي ما بنقول يعني إدي العيش تخفزه يعني كل واحد بيبقاله والشغل معين ممدوح بالنسبة لحدة الاقامة والأعاشة والانتقالات اه انتهمها كويس بمعنى كويس وده شغله الأتاسي طب يعني ده ما بيقوله كده اختيار الأشخاص هو أقدر حكرة بنا بيوفق فيها أنا معايا منظومة متكملة أحدهم يعني أنا بعتبر كنت مجبوط لأن مش كل الناس عارفة لأنه هو فعلا كنت بس يعني يكفي إن تعرفي حضرتك احنا تقريبا الأجانب في حدود من الف ستمية ل الف ستمية واللجمة المنظمة اللي عديد كوة غير السوربس الناس بتعمله كل تنادي تقريبا في حدود الفين وخمتسمية شغل نمدوح مستيطر على المخطوعة دي كلها بصرف النظر بها كم حل مستيطرة كتير وبيقول لحضرتك كتير بالنسبة له عدد لا لا يا فندم حضرتك كتير يا فندم يعني إنت حضرتك أكتر مني بتتعب ده أنا قاعد أساسا أقضي وقت مع الناس بس الحمد لله عشان الناس كلها معنا كويس قوي وعمل شغل كويس قوي فده كتير يا رئيس لا والله يعني أنا بكلم من أنبي وده بجد حضرتك سلطة وده وبقولها لك ده علني لح ذلك لشاهد نرجع فقط للبطورة فضل النهاردة ربنا كرمنا والفرقة عاد لطور الثمانية بصرف النظر عن النتيجة سواء كنا فوسنا أو تعادلنا اللي تنسي يالنا إننا كنا نبقى مركز ثاني بزادة شميل كسبة روسيا وبالتالي إن شاء الله الدولات كلهم الوادي يعني كأن دي ستبع البطورة بتاعتنا تبتدي من الماتش الخاضر إن شاء الله ده في بأن الفريق الدنمارك ده بطل عالم وفرقة قوية جدا سواح الرسمر مع عدد أعلى في السعود أحسنين الرسمر مع العالم عندهم مجات كويسة جدا عندهم بكات كويسة جدا بيضافة كويس وبيهاجم كويس أصعب من سلوفينيا كابتن حسين أفادي أصعب من سلوفينيا اللي احنا واجهناها النهاردة أصعب طرقة في العالم أصعب طرقة أصعب طرقة في العالم بطلة العالم لكن كمان حضرتك أكيد عارف وأنت حضرتك كابتن كبير لما بيكون بتلعب بطل العالم بيبقى فيه طمحات كبيرة جدا بيبقى الضغوط مرفوعة شوية اللعيبة بقدر كبير جدا شفنا الضغوطات دي موجودة في الشوت الأولاني لما تقابل بطل العالم لدينمارك في المباراة أعتقد إن شاء الله جزء كبير من الإصرار والروح العالية ممكن يعود بفرق الفنيات وزي ما تعرف برضو المعارضة كانت بتاع المتخب بتاعنا فإن شاء الله المتش جاي هيكونت دي ريلاكس وإن شاء الله يعملوا زي ما بيقول زبط منهم إن احنا نعمل ماتش كويس جدا ونتيجة في الآخر حتى تلقى بطاعة ربنا سبحانه وتعالى لما فعلا أنا متوقع إن شاء الله في إتنى تعمل مباراة إيادة جدا جدا صليخ بمجبوط بتاعهم كلهم وبمجبوط الانتحاد برضو يعني أنا عايز أذكر هي البجمة دي مبسطة من الانتحاد مصر كورت دي جميع الزمل في المجلس إدارة الانتحاد بجد كلهم يعني يكفل هما شايدين للدجنة المنظمة المساحة قبل أن احنا نتصرف وكلهم إخواتنا وكلهم بيحاولوا يدبوا أي حاجة وزي ما منتوح عيدة أنا بتتفرج عليكم دائما هي عيدة وعيدة الحمسة ربنا يديمها يعني حيدة نكحة وكورش بيادة طول عمرها يعني هي عيدة لكحة كلنا بنشهر لك بالحاجة بالحاجة باللعبة بتاعتنا كلنا بنضحي عشاء باللعبة بتاعتنا احنا بنشكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا على المجهود اللي بتقوم بيه طبعا اللجنة المنظمة للبطولة دي بشكل الحقيقة يعني لافت للنظر زي ما احنا قلنا شكرا لك يا كابتن حسين كابتن حسين لبيب مدير بطولة مونديال كاس العالم لكورة اليد احنا بنستأذن حضرتك في فاصل لانه هذا نعم رحين فين رحين لفاصل اعليه وهنرجع علشان نتكلم عن هذا الاسرار والتحدي اللي دخلت فيه النهاردة مصر علشان تنظم بطولة عالمية العالم كله بيتحدث عنها نتكلم بقى عن ده اكيد له توابع واكيد له مكاسب على المستوى الرياضي وعلى المستوى الاقتصادي وايضا على المستوى السياحي بجميع اشكال وبعض الفاصل مع الاستاذ ممدوح الششتان انتلاقا من الكلام اللي احنا كنا بنقوله قبل الفاصل انه مصر اخدت على عاطقها تنظيم بطولة عالمية بشكل لافت للنظر حتى الان ده ما كانش سهل ما كانش سهل في ظل تأجيل بطولات في ظل طبعا اللغاء في بعض الاحيان بسبب تفشي جائحة مستجدة اسمها كورونا فيروس فكمش من السهل ابدا على مصر تنظيم هذه البطولة بهذا الشكل اللاقغ زي ما بنقول براحب تاني بالاستاذ ممدوح الششتاوي الاستاذ ممدوح الششتاوي هو واحد طبعا من الاسماء زي ما قلنا في سماء الادارة الرياضية وهو طبعا المدير التنفيذي لللجنة الولمبية المصرية ورئيس لجنة الاقامة والاعاشة في بطولة كأس العالم لكرة اليد نتكلم برضو عن فكرة انه طبيعي جدا جدا ان المنتخبات دي والبلاد دي وقسر المنتخبات دي يكون خايفة على يعني اللي هيمثلوهم في مصر فكنا دايما يعني حضراتكم يعني كان منظمين بتفكروا دايما في ايه اللي يجزب النظر ايه اللي يطمن الناس دي ايه اللي يطمن المنتخبات دي يعني بشكل يخليها مرتاحة في الاول في الآخر بشكل يقمنها صحيا اكيد طبعا وسلامتهم فكنت حضرتك حتى بتتكلم على اه كيفية اختيار الاوتلات اللي هم قاعدين فيها ازاي النهار ده هم مش بيروحوا يتدربوا في اماكن التدريبة المخصص لها لان اختيار حتى الاوتلات دي كان يعني على قد المستوى ان هم يعني ممكن يتدربوا في الجناين تحت عشان طبعا موضوع الانتقال ده ما كانش سهل في ظل الجائحة تمام تكلمنا اكتر بالتفصيل عن جزئية نقول بقى ايه اول ما ابتدين عشان تقنعي الناس او الاتحاد الدولي وفق عملنا الجايد لاين احنا هنمشي عليه عشان نبعطه للناس كلها لتقليل مخاوف الناس تحسيهم ان هم جايين في امان ده التحدي الكبير اللي كان للدولة المصرية ايه نقول لهم انتوا هاتي جزئة وهيحصل ليه اللي انا بقول لها حضرتك عليه انه هو في حاجة زي كده اي حد يقول لك انا ايه اللي دخلني في المتاهة دي دولة تانية ما اجلها شوية ثلاثة اربعة شهور اعلى ما الدنيا تزبط والجاوب اكويس والحاجة دي نعملها فاحنا عملنا يعني ده احتفال بعيد ده واحد من العيبة بتوعها الدنمارك طيب ما ده نجاح كمان ده نجاح كمان انك تعمل هذا الاحتفالية في ظل ده بيدول ان الناس منطمنة يا استاذ منذور ده الناس منطمنة يعني عندهم نوع من انواع ان انا قاعد وبحتفل وجاي بتورتا بنجيب له تورتا بنحتفل بينه ودي له هداية والناس قاعد مبسوطها وقاعدت في خاص بيتك في حاجة تانية كمان منتخب الدنمارك ده كنت بتقولي اكتر منتخب كان الان من المتخبات اللي كانت الانة جدا منتخبات اللي كانت الانة جدا حقيقي ده حقيقي فانا سيبت استمتع والصورة بيتحكم وجاين بصطف بتاع القتيل ومعالي بصطف بتوعنا لجنة القامة والاعاشة ده عليهم السعيني جي بتاعهم اللي دنمارك عليها اسمهم المكان بتاعهم بيحتفلوا بيهم لبالك الديتيلز الصغيرة بتفرم على اجانب جدا يعني مع الاجانب بذي بو انا عشت معهم بالزبط انت قدرة واحد مننا في حاجة زي كده الاهتمام الشخصي بالبناء يعني يعني حاجة اهتمام بيهتمام بحضرتك شخصيا يعني ما جي انا من حاجة من الفنادق او سياحة ما تيجي تدخلي انا عارف ان حضرتك حاجزة كابتن هاني حاجزة عندنا في الوتين هو جاي اول مرة ينزل الوتين بس انا عارف اقول له اهلا يا كابتن هاني من غير ما فهو بيحس بقيمته وهو رايح مثلا الوتين في سريلانكا وعارفينه بالاسم فالمقابلة الشخصية دي حتى لو كان مدائية من السفر او 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 فبيبقى بيبتدي يهدأ وما حاجة مدايقية ففي حاجة مهمة بتخلي مكان وحد بيقابلك شخصي بتحس ان انت فيه اهتمام بيك فاحنا ابتدينا بقى بنقول يا عملنا ايه نقولنا ان نبعت لهم للدول كلها نقول لهم على جايد لاين هينينش عليها طب ايه هو الجايد لاين اهم حاجة فيه التأمين الصحي والاجراءات الاحترازية الصحية اللي هي تبقى نقول ان هي بتأمن الناس دخولها وخرجها فعملنا بروجرام اسمه from door to door من الباب للباب انت هتجيب الناس من الطيارة ترجعهم الطيارة طيب ازاي تقليلي عدد اقل ناس بتقبلهم عدد الناس اللي تقبلهم والانتقالات التعامل التعامل معهم اه يعني التعامل معهم اه اقل عدد ممكن على اساس بتقليلي مخاطرة التعرض مع حد تاني بفيه تباعد لا انت بس مش بتقبلي تباعد انت قللت عدد الناس اللي تعمل معهم فاحنا كنا خصصنا لكل فريق اتنين اه تيم ليدر مع كل فريق فالتيم ليدر دول حفزناه مثلا تيم ليدر بتاع ألمانيا بيكلموا ألمانيا للولدين دول ويس قوي وبروفيشنالز جدا وابتدهم يقرم عن فريق ألمانيا اسميهم ايه والناس ايه وكل حاجة اللعيبة واهم اللعيبة مين وي بي بي وابتدى بنتعط له الايميل بتاع المدير الإداري بتاع فريق ألمانيا يتواصل معايا واللعب ده يقول له انا اسمي اكس اللي هبقى معاكم وده ايه المتطلب يبتدي يقول له انا محتاج كذا انا محتاج ايه انا عايز كذا انا عايز اجيب الشيف بتاعنا تقول له طب ايسألك يرجع لنا ده عايز اجيبوا الشيف معاهم طب يعمل ايه نسأل الوتيل حاجات تواصل حاجات تنظيمية تنظيمية يبقى عارف عارف بقى يبقى بنبعط الرو LC بتاع Everyday بعارف الاوتيل بتاع رابقىene يبقى فين فيبقى عارف الاوضة ده فعارف بقى فعارف بقى انهما ينزلوا في الاوتيل التيمليدر ده عارف هم ينزلوا في الاوتيل فلان الفلاني الاوتيل ده فبيبتدا يروح الاوتيل مساء خير انا اسمي فهو spaces بتاع فريق كذا فانا عايز عارفهم في الدور كام عشان احنا مخصص لهم دور لوحده. لكل فريق دور. لكل منتخب. لكل فريق منتخب. اه. طبعا. يعني. بياخد التفاصيل دور بتاعهم. ما يبقى فيه القوضة ده يبقى فيه بيتر مع الكس في قوضة دابل تاني ده اللي مش عارف ايه. في قوضة سنجل عارف الاماكن. هم قال لهم احتياجات معانا قاعة اجتماعات مصال الطعام لوحدهم. كزا فبيعرف هيكلوا هنا. يعمل كزا تابلاندري هتغسل ازاي. هتسيبه في المكان. طب انا هاخد من دوت من حضرتك لان كل منتخب ليه متطلبات. ياسم مزبوط. يعني انا حاقد برضو الحاجات دي لان احنا مرنا بها من خلال وجودنا برة ان كل منتخب ليه متطلبات خاصة مختلفة عن المنتخب تاني. بس سمعنا على التليفون طبعا الكابتن مؤمن صافة طبعا ده المشرف العام للمنتخبات خورة اليد. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير يا كابتن هاني. مساء الخير. عليكم كلكم نوابين استوديو. كابتن ممضوح. كابتن مؤمن. يا يعني بجد شخصية. انا انا ما كنتش عارف كابتن مؤمن قبل كده. من قبل طبعا. فعلا. ما كنتش عارفه فعلا قبل كده. اه. بس انا اه يعني بجد ساعت وتشرفت بالعمل مع المجموعة دي. وخاصة كابتن مؤمن. اه شخصية يعني ان هما يقبلهم واحد من خارج وسط او كرة اليد. يجي يشتغل معهم ويسيبونه مساحة. ويشتغل معهم بجد. يعني حاجة تشرفت بالعمل مجموعة. مجلس الدارة بالكامل. وخاصة من كابتن مؤمن. وحنا اللي ساعينا. موجود معنا لخطياتك. ومجهودك. يعني سعلا. اخ طاضل. وطبعا. يعني كابتن مؤمن كان لسه استاذ ممضوح بيكلم قبل حتى مكالمة كابتن حسين لبيب في فكرة المرونة التعامل. يعني ان كل واحد متاح له النهاردة انه يعني يقول افكاره. وفي مجال ان هي حتى تتنفذ تتنفذ بشكل مارين جدا. وطبيعي جدا. ان فيش حاجة اسمها انا الكبير هنا. انا الاول انا معرفاكش قصة المرونة والاحترافية في التعامل دي. كلمني عنها برضو بشكل كبير. اتفضل. بصي انا هقول لحاجة حاجة طبعا احنا كلنا اه زينا دي جوجه كده في التعامل دي باقينا كابتن ومشتغل تيم وورك من انوائنا في الناشئين سواء على مستوى اه امضية او على مستوى الانتخابات متعلمين زي الماني وكذا ده ما كانت الممضوح بيكلمك بسياحة عندنا جايدلاينز معين لكلة بيادة سواء من اول اللعيبة اول ادارة السبيل من اول ادارة بالتحاج. طبعا الكلام ده اول من ايام زي ما انت عارفة العمل الادارة بالتحاج بالضايدلاينز ده بتنحطها بالتحاجة طبعا انت عارفة من واحدة بنلعب في واحدة يقول الله هو الموضوع ده بيتعامل كده ازاي. كده ما يمتاعش. كده ما بقى في المكان بتاع ادارة بالتحاج بقى كل حاجة كنت تعلمها او او يشوفها. لابد انها بتكون فيها الكزام اكثر 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 لكن هي فعلا هي دي المصلحة بتاع سبيل بتحتاج كده بيتعامل. احنا الحمد لله الحمد لله ان تيم وينك واحد طبعا ضبط وعندنا باكتبا باكتبا على مستوى الناس اللي بتجير المتاحات او على مستوى الناس اللي بتجير مؤمن على نجاح وتنظيم البطولة دي زي ما احنا قلنا. اه. الحمد لله ان هو زي ما يقول لك ان احنا اه يمكن اصدام دوح اول مرة يشتغل مع طولة اليد. لكن اه لما جيه قالك انا انا ادوح فين بوسط الناس ديت. لقى ان في مساحة ولقى ان في احضار في قطاع ترجزة. وبش بيتكلم بس في الاحثة بتاعت التوالي للحقامات او اتكلم في حاجات ثانية خالص يعني ممكن تكون يكون هوا مش حاسب ان احنا ممكن ناخد دائيو بيها. لأ بالعكس تقول دائيو. ازاي ستيل الكوميت يعني. صحيح. بمفهوم اللجنة التنفيذية. صحيح. ده مهم جدا يا كابتن وخلينا اتكلم معك بكل امانة. احنا يعني هنا في مصر اعتقد من افضل الاتحادات على مستوى الاتحادات في الكورات الجماعية. هو الاتحاد للمصر لكورة اليد. وشفنا ده من خلال يعني مشوار طويل في كورة اليد. واجيال كتيرة جدا. لكن مع كمان اضافة جديدة. لأستاذ ممدوح طبعا اضافة لأي مكان. مع الاحترافية في التعامل. مع كمان الفيجن. عنده فيجن وعنده جديد. وعنده عنده كمان غير الخبرات. عنده افكار بتترح من خلال حاجة عايزة زودها. وبالتالي بيلاقي مساحة يشتغل فيها زي ما قال. فده دليل على النجاح الكبير. كابتن مؤمن النهاردة طبعت ازاي مباراة النهاردة. يعني كان كل الناس بصراحة يعني في مصر كلها كان بتفرج على المباراة وكان اعصابنا مجدودة شوية. شفت ازاي هزي المباراة والتعادل مع اه يعني خص معانيد زي سولبانيا ومشوارنا ان شاء الله في دور التمانية بازن الله. والله او 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 انا اعيز ابتدي بالمشوارنا في البطولة كله لانه هو يعني كل كل مصر هو نتركب عن دبعاتي كل مصر كل فوس دي بيدي لك بيفتح لك شدةك في المباراة اللي بعد يعني. احنا لما تضينا البطولة انت عارف ان كان بسبب الكوفيد احنا لانا اه ترنامج تحتاج متعملش طبعا لان زي خارجي عن دبشان يعني. وكانت المطبنين جدا لك لكن كان لان تعلق الموثبات التذيبية مختلفة كانوا لانا عند اكثر مضادات. وخاصة في اجيال مختلفة. في ناشئين وفي شباب وفي لعيبة محترفة. فكان فيه توليفة كده محتاجة وقت. صحيح. على الاقل على الاقل. عوالي مثلا اخر شهر ده على الاقل في التبع مدرعات. فاحنا دلوقتي ان انا شايفه المطش المطش بتاخد اه العيب اللي بيتضبط. صحيح. بيتضبط الحجوم بيتحسن. هذا السلمانية بتاخد صيحة عفتة. كل المدارس اللي حسرت العيب هدية مدارس مختلفة. لو انت بتديك بمدرسة روسيا وبلا روسيا مثلا. وسويد صلعة بلا روسيا وروسيا قوة. النهار ده مدرسة يغسلافيا ده ازاي ما تشاهدونه كده هو. تجمع البسمين. تجمع القوة. والمهارة نفسها. مهارة. صحيح. عارف مدرسة يغسلافيا عموما في الدبوطة ايه تسايب. نضيف كده في الكرة بالنسبة للمهارات يعني. فالنهار ده كان اعناق مطش بالنسبة المتخب المصري. مش بكلامك على مستوى بس في المعادات. لا. مطش عمد. سي عمد. صحيح. في دم. كان في دم النهاردة يا كابتن في الملعب. اه. اه. بعدين هما زاكلوا المتخب مصري كويس بيتان واثلوا له نقطة قوة بتاعته. والحمد لله ان احنا ادبنا برضو بين الشروطين. ان احنا مبتدناش بداية قوية زي كل مباردات كنا تبطين بداية قوية. يدي ثقة البداية قوية. فالفلسفية التانية بيجري وراء. احنا النهاردة احنا اللي تنجري وراء. لغاية اول عشر ساعة الشروطيني. وبعدين نزلنا بالفتنة بتاعنا. مم. كنا جون بجون بغاية آآ الآخر. وخرجنا بالآخر الواحد. والحمد لله بنا خلالنا ايه? ان احنا آآ خلقنا بآآ كلينا تعادل او مكتر. بيطلعنا آآ آآ بطول التمانية. وآآ ما انا عايز اقوله بس. من البطولة زيت. احنا طلعنا الدور الثمانية البطولة اللي فاتت. صحيح. البطولة اللي فاتت. اول مدى بطولة آآ آآ يتعمل عشان ثلو ثلاثين فلقة. ان يبقى عندك تو ميزة. احنا. احنا. اتجمع نقعة من اول لما تقص لغاية لداية دور الثمانية. بداية النوقع اول تقصد دور الثمانية مش. دور السمتاشر. وده بيصعب عليك المهمة. انت لغاية ماتشي النهار ده. اتا مش عاية تتقافل ولا مش متاع. محتاج تكسب خمس ماتشات اول في ستة. يعني في المشوار القديم المفروض بعد عدد الماتشات دي كان زمانك بتلعب دور قبل النهائي. انت الماتشات القديمة بتلعب المين لو. وبعدين تخش تلعب دور السمتاشر. صحيح. او. تتبتوا باية دور الثمانية. تتبتوا باية دور للبعض. ماتشين. طبعا الكلام تقوى انت تعرف الكونتريات مبنية اصلا على دول القدسية. سنحن نبقى ندموع معنا خمس دول القدسية. ونطلع. بضوء الثمانية وسط الخمس دول القدسية. دي ما ده خلال اللي بتعب على. يمكن الناس دي ما تتبومش المعلومة دي. دي رابع. جات رفة. اللي معمول من ستة شهورة لسة شهورة لسة شهورة. يعني هي. كانت على مناصة التدويج او اقرب على مناصة التدويج. اكيد. في اه بطولة قيطة. قد امم التدبيج في ستة شهورة الجارب. يعني البطل كان الثانية. كان بيلعى مع كرسواتيا. كان المشروع ستني فاينل اعتار كرسواتيني والكرسواتي. احنا بنشكر ابتدل. ستة دي. اه. بيها ستة شهورة يد لفتداتية. متواجه نسا من سبعة تمام. لا وكمان على مستوى الخبراء اللي كانوا موجودين معنا هنا على خبراء كورت اليد اللي كانوا موجودين. هم كانوا بيقولوا اصعب المقرأة اللي ممكن تقابل مصر هو منتخب سولفينيا. وده اللي حصله النهاردة. وبنتمنى ان شاء الله هذا التعادل بطعم الفوز ان شاء الله بيكون دفعة لدور التمانية. وان شاء الله ايا كان. ايا كان المنافسة يكون الدنمارك يعني. بس عندنا امل كبير جدا. صحيح صحيح صحيح. مبروك لحضرتك ومبروك لمنتخب مصر ما وجودنا في التمانية الكبار. وعلى امل بازن الله نحاق الموجزة ونبقى في الدور الأربعة بإذن الله. كابتن مؤمن شكرا جزيلا لحضرتك. سيد ممدوح. كابتن مؤمن شكرا يا كابتن مؤمن بجد. انا ساعدت ان انا بشتغل معاك والله يا كابتن مؤمن. شخصية محترمة جدا. ان شاء الله كل التوفيق لي. نروح لفاصل ونرجع مع الكابتن الكبير. وما ندوحش اشتاوك. سغلتك كابتن. طيب واحنا بنتكلم على تنظيم بطولة رائعة بهذا الشكل. ما عندنا مشكلة لا في اقامة ولا اعاشد جميع المنتخبات المشاركة. 32 منتخب اول مرة تحصل في التاريخ. في بطولة زي دي. بطولة العالم لكرة اليد. طب احنا النهاردة يعني ترتبنا كام في موضوع السياحة الرياضية. انا عارفة ان سياحة الشاطئية مصر رقم واحد فيها. لكن احنا النهاردة فيما يتعلق بجميع بقى السياحات. احنا عندنا سياحة علاجية. عندنا سياحة الرياضية. ليه ما من نصر ما بتستغلش هذه المقاومات اللي اعتقد عندها مقاومات بشكل كبير. ليه ما بتنظمش بطولات زي دي من هذا النوع بعيدا عن الجيحة يعني. المعسكرات. افتكر انه اقرب دولة يعني في نجاح يعني البلاد النجحة في تنظيم الحاجات دي هي دبي. يعني اقرب حاجة لنا صح? مصر يعني يعني ليه لحد دلوقتي ما استغلتش ده؟ طيب نتكلم الاول على استفادتنا من البطولة دي. تنظيم مصر للبطولة. مكاسب يعني؟ مكاسب. على اي مستوى؟ مكاسب الدولة المصرية من تنظيم البطولة. احنا كنا بنتكلم ان هي مخاطرة. لكن الشعب المصري او الدولة المصرية او الحكومة. ما بتاخدش الموضوع مخاطرة بتاخده. اه 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 ثقة في الشعب. ثقة في الناس اللي بتشتغل. ثقة في الدولة. ثقة في الحكومة. ثقة في الاجهزة. اه اه فكانت كل اجهزة الدولة اه اه امت بدور كبير جدا. اه. وزارة الصحة موجود يعني غير طبيعي. مساحات الالفين وخمسبين او تلات تلاف واحد بتعملهم مساحات كل تمانية واربعين ساعة. ده حاجة غير طبعية. غير طبعية يعني. اه. لكل تلاتين فرض موجود في اي مكان فيه دكتور خاص بيهم. يعني الفريق هو دكتور. احنا الوزارة صح معينا دكتور لكل فريق. لكل خمسة وتلاتين فرض كمان لو ميديا او من الفندق او من اللجنة المنظمة. فمعملها يبقى فيها دكتور. فيه عيادة موجودة. فيه معمل تحليل. فيه اشعة. فيه صيدلية. في كل اوتيل. جوه الفندق. جوه الفندق. اسعاف عربية اسعاف. عربيات مش عربية واحدة. غرفة عناية مركزة بعربية اسعاف بتنسف كير. كل حاجة مجهزة فده. دور وزارة الداخلية. ان الناس بتيجي من المطار. من الطيارة بتنزل من الطيارة الباص بتاعهم. اللي هو يخدهم من الوتيل وقف تحت الطيارة. دي ما بتحصل. اول مرة تحصل في مصر. لبطولة. اه. اتعاملت كل الاجراءات الامنية بما لا يخل بالامن المصري. بما يخل بالاجراءات الامنية اللي تحفظ هيبت الدولة المصرية. فيبقى ده دليل قوة الدولة. اكيد. في اتخاذ قرار زي ده. ان اللاعبين ييجوا. لين بس لها اجراءات. في كشوف بتيجي قبل كده. قبل فرقة بتيجي. فبتكشف على الناس يعني. يعني موضوع مش بس ايه. اوكي هات الناس ويدخلوا ويمشوا. لا لا لا. اجراءات قامت بيها. وزارة العامة الاستعلامات. الوزارة المالية في الجمارك. كل ناس دي اشتغلت 18 وزارة. اشتغلوا في البطولة. طبيعي ناستف. ايه بقى الاستفادة اللي جاءت للدولة المصرية في حاجة زي كده. ان مبدئيا مفيش بطولات بالحجم ده موجودة. ب32 دولة في اي دولة. اذا كانت دولة اوروبا او دولة في امريكا الاتينية او اي حاجة. خالص. احنا بس اللي عملنا ده. تمام. فمتيجي بتقولي عملنا ده. طب الهدف المفروض بقى الناس الاساس ايه. الناس خايفة على صحتها. يبقى الهدف الاساس صحة المواطن او الحفاظ على صحة المشاركين في البطولة. يرجعوا سالمين ويعودوا سالمين. طيب. الحمد لله النهاردة دلوقتي فاضل اسبوع البطولة. نتائج غير طبيعية ما شاء الله. الحمد لله. يعني مساحات كلها سلبية كله تمام. الحمد لله. فالناس ما ترجع بقى. الله ده ايه ده بقى. ده البلد دي دولة قوية. بتطبق الاجراءات الاحترازية. اكتر من ايه دولة. يبقى الارقام اللي عندهم انهم الناس بتشكك في الارقام بتاعة وزارة الصحة المصريين يقولوا لا لا ده البلد فيه ارقام. لأ ما جم ينظموا حاجة. الارقام بتاعهم مظبوطة. واحنا الاجانب هوات موجودين. والناس بحصل معهم وجم ورجعهم سالمين لبلادهم. فدي بتدي انديكيشنز عالي جدا جدا على قوة الدولة. على اجراءاتها. على حفاظها. على الناس. على تنظيمها. ان هي مش 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 هرجالة. كل واحد في منظومة بتشتغل بتعمل حاجة بتدي نتائج بتاعها. طيب دلوقتي ايه? تفيد بحاجة زي كده ايه الناس اما جد. اه اه اعدوا زي ما اتفقنا ان هم عاديين في الفنادق بتاعتهم وما بيعملوش حاجة. فعملنا لهم حاجات برامج طرفية. جابنا لهم ترفزات اه تنس طاولة بينج بونج بيلعبوا فيها الدنمورك عايزين طربيزة جهات الفريق اه السويد. انا شوفنا بلعبوا كورة. كلهم بلعبوا كورة بتادوا العبوا كورة. بلعبوا ده. لغوا التمارين بتاعتهم في الصلاة. وبتادوا يتمرونوا في الفنادق. ليه مساحات مش مش طبعية. ليه ان الفنديين الموجود اتنين فنادق اللي احنا من المختارهم. واحدة على النيل واحدة على الهرم. في مكان غير كده. ما فيش حاجة في العالم. وما السور اللي كنا بنشوفها يا ريت الاعداد يعدي لنا كمان السور الفرق اللي بتروح اه او بتروح مثلا الهرم او في فرق بتروحوا على البحر. بتطلق يعني برضو تحت تحت. ده في بابلز ماشينة. ما فيش حاجة بيجي جنبهم. ما فيش حاجة بالزبط. ما دي بقى. وصور دي جميلة جد. وصور. هما بقى بتدوا يقولوا ما احنا هنبنهم. هما كانوا فيه تخوف في الاول. لا مش عايزين. ما فهم ابتدى فريق طلع الهرم. بتدوا يروحهم. الناسيات مبسوطة جدا. راحين عند الهرم. في حد تاني جميعهم. ما فيش بنيا ده. ما فيش. ده رئيس البيعثة بتاع الماني. الرجل. قال انا انا مش مصدق. ده المانيا. انا انا مش مصدق في الانا في ده. ده اكيد بعيد. ده كل الناس دي بعثت صورة. الف وستمائة واحد نزله. ده في اوتيل. ده في اوتيل. اه في مين هاوس. اه في احنا من كده. يعني مفيش اه استمتاع بطبيعة ده. حلم بالنسبة للناس من هما كانوا يوبوا في الهرم. ده في الماسا. في العاصمة الادارية. شوف الناس يعني ابتدهم يعني بجد. استمتعوا بوقتهم. اه بخلاف مشاركتهم في البطول. ايوه. التنشانة اللي كانت عيهم لأوا لأوا الجو كايس أو بيلعبهم بيستمتعهم. ما بيقول. يعني متخب اليابان. يعني متخب اليابان في الهرم. ناس مش ده حلم بالنسبة للناس كتير جدا. طبعا. يعني فرية زي الاورجوية. مين هيجي من الاورجوية تاني يجي مصر. صحيح. دول في السحل الشمالي ما كانوا في اللوتيل. شوف في يناير. في يناير الناس قاعدة على البحر. فانت انت بتكلم على دولة الاوروبية يعني انت احنا بنتكلم بقى انا ونسوق مصر. طبعا. السحل الشمالي. مش هشتغل الشيطة كمان اهو. احنا تبتبنى ايه سياحة الرياضية? هو مش سياحة الرياضية بس بقى حضرتك. احنا نتكلم اللي استفادات فعلا في دي. الناس دي هترجع. ده سفرة لبلدنا. يعني مسلا. آآ الكابتن هاني لأفا. و ولسgrand كتير في المانيا. صورة مصري. ولس прав المان. هو ما ييجي يقول للألمان تعالوا زوره مصر. غير ما واحد صاحبه كان في فريق ألمانيا يقول للألمان. انا كنت في مصر. مصدقية والثقةọ تيجي من الألمان انا ما تحب بلدنا وتعالوا زوره مصر. لكن нما واحد الماني بيقول للألمان تعالوا زوره. البلد دي انا كنت فيها ومفسوط واستمتعت بيها. وحط صور. الصور دي انتشرت على كل وسائل التواصل الاجتماعي. دي اكبر دعاية المصر. انتي لو بتدفعي فلوس عشان تسوى ايه المصر. ده ارقام دي. البطولة تكسر عالم لكرة الهدي المنديال سوى مصر سياحيا واقتصاديا وامنيا وصحيا بشكل غير مسبوك. فالاستفادة احنا يعني مجاش جمهور او مجاش جمهور كنا ممكن نطلع مكاسب مادية. كنا ممكن نطلع مكاسب مادية من جماهير. كان يبقى فاتخ طيقة جملة جدا. وحاجة. لكن الاستفادة من الجمهور من عدم من الدعاية المصر بالامان اللي في مصر. بالامان الصحي بالامان السياحي. اللي التوجد بتزهر الاماكن السياحية بتاعتك اللي بوجودة في الاماكن الشعيرة دي. هتبتلي الناس معظمة ان شاء الله طيران يرجع والجاعة. هترى الناس دي بتيجي تزور. ده في الوقت ده يا سيد ممضوح. انت بتزهر الحاجات ده في الوقت ده. في الوقت ده بالزبط. والناس بتستنتع بيها. الوقت ده. تماما كابتن هاجي. هو ده هو ده المربط بالزبط. بالزبط. هم وهم قالوا احنا هرجع بقصارنا هنرجع بعائلاتنا. طبعا. هنقول لاصحابنا. كل ده متسجل بفيديو في فيديوهات ودي بنبعثها لوزارة السياحة تخدها تعرضها في المعارض السياحية وتبتدي تسوق بيها البلد. زي ما نرجع بلها بحضرك بتقولي السياحة الرياضية. سياحة الرياضية فيها مقاومات كتير جدا. اللي لازم نقول ايه? مصر اللي عندها مقاومات. اه مصر تملك ايه في المقاومات؟ السياحة ده محتاجة منشاء رياضي. عندنا المنشآت. في اماكن السياحة عندنا منشآت رياضية. قامت بها الدولة المصرية والوزارة الشباب الرياضة. يعني دكتور اشرف صبحي عمل منشآت رياضية في اماكن غير طبعية. عندنا في شرم الشيخ في الغرداء في الاسمعالية في أسوان. اماكن كتير جدا. طب ومحتاج جنب المنشأة فنادق. الأماكن دي كلها فنادق موجودة جنب الأماكن دي. فيبقى المنشأة الفندوية والملعب. طيب فيه إيه تاني ممكن الجو. إحنا عندنا جو صيف وشتاة ممكن تقيم فيها للدول الأوروبية. طيب إيه التولز الأساسي اللي ممكن تشتغل عليهم وده؟ أنا مش أكلم عن الكورة بقى. أكلم عن الأعاب الفردية. فيه ألعاب محتاجة أن أنت تتنفسي مع حد عشان ترفع المستوى. أنت عندك في الطوب 50 في العالم مصريين في ألعاب مختلفة كتير جدا. عندك في التايكوندو هداية ملك سيف عيسى. الناس من يعني رانكينج عالي جدا. في المصريين. في السكواش. في الجودو. في أبكرومي كمان. خلينا في الألعاب اللي هي فيها منافسات. جودو ملاكمة. فممكن فيه والدول تانية تحب تيجي تتنافس مع دول. عشان ترفع المستوى. فانت التولز بتاعك أنا أقول معسكر فيه هداية ملك في التايكوندو وفيه كذا. فدول تانية تيجي عشان تشارك فانتين. بالتجذبي الناس تيجي. زياد سعر الإقامة في مصر. في المعسكرات أقل كتير جدا جدا جدا. الدول الأوروبية أنت عندك أفرد جاور في الطيران. بينك وبنائية دولة في أوروبا ثلاث ساعة ونص. فانت ممكن تبقى منطقة جذب للمعسكرات الرضية للألعاب. وده يا أستاذ ممضوح اللي بيحصل دلوقتي ده ده أرض صلبة. ده بيزك بيتعطل لما جاي. يعني ان شاء الله بإذن الله ربنا يزيحن العالم كله جاحت كورونا. فانت بتتكلم لو السنة اللي جاية انت عندك البيزك. وعندك الثقة. وعندك الصور اللي بتشجع الناس اللي تيجي مصر. عندنا كل المقاومات ان شاء الله اللي احنا نشتغل بيها على المستوى تنظيم عالمي. عندنا ان شاء الله السياحة الرضية تكون مهمة جدا. عندنا كل الامكانيات والامكانيات الموجودة بأشخاص زي حضرتك. الله اللي بتلقى الناس كلها يعني. الخبرات لأ يعني احنا بديتكلم بيري بروفيشنال انت على مستوى بروفيشنال جدا. على مستوى التنظيم هايل حبك كمان لبلدك هو اللي بيدفعك لنك تعمل الكلام دوت. فاحنا بنشكرك اولا على وجودك معنا هنا في قناة النادي الاهلي شرف لنا. الله انا انا شرف ده انا يعني بيتي الاهلي ويعني وكابت الهاني ده انت أخوة ومتعرف عاشل الطعوم. وبجد ساعتا لنا مع حضرتك يعني مشاكل جدا جدا جدا. نحن نفسنا نتكلم كمان عن نجاحات النادي الاهلي. والنوع النجاح ده اضافة كمان لإسمه سمعة مصر والترويج سياحيا. تواجد الاهلي. هقول لحضرتك على حاجة. احنا الاسبوع جاء ان شاء الله خلاص البطولة دي قدما ست ايام وتخلص. توعدنا ان احنا نتكلم تاني. فهى تواجد الاهلي في كاس العالم الاندي. طبعا. احنا بعد ست ايام بعد البطولة دي تخلص ان شاء الله على خير نستضيف حضرتك تاني في بيتك البيت الكبير. علشان نتكلم عن نجاح بقى النجاح الختامي للبطولة ان شاء الله يا رب وتحقيق يا رب متخب مصر لرقم قياسي. تحتل مركز جيد في البطولة دي. ونتكلم عن نادي الاهلي. اكيد. اهلاوي جدا. استاذ مامدوحش تشتوي شكرا جزيلا. شكرا جدا جزيلا. فكرة حلقة جديدة ان شاء الله. اصباحوا على خير.